طب الكلا بلا حدود كان شعار المؤتمر الوطني السابع والعشرين الذي نظمته الجمعية الجزائرية لأمراض وزراعة الكلا بالتعاون مع الجمعية الفرانكوفونية لأمراض الكلا وزراعة الأعضاء الجزائريين اللي عندهم مرض كلاوي مزمن هو حوالي ربع ملايين معناها الجزاء أنسيرديس واحد في عشر سكان عنده مرض كلاوي مزمن المرضى اللي حاليا راهم نعملولهم في تصفية الدم بدياليز حوالي 26 ألف مريض جزائري في حوالي 350 مركز تصفية الدم لمتوزعين على القطر الجزائري كل ولاية كل دائرة فيها مركز تصفية الدم وعدنا حوالي ألف مريض يعملوا تصفية من البطن لدياليز بيغيتونيال حوالي ألف مريض وتعملت حوالي في هذا السنة 220 زراعة كيلة غياب ثقافة التبرع بالأعضاء قلة الوعي والعجز المستفحل نتيجة معتقدات خاطئة واقع جزائري مؤسف قد يؤدي إلى عشرات الوفيات في صفوف المرضى الشعب الجزائري يجب أن يتفهم الوضع يجب أن يتفهم المعاناة إلى 25 ألف مريض ومن ناحية الشرعية يستعنى بكثير من الأئمار استدراك التأخر المسجل وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والقيام بحملات تحسيسية قد يسمح بإنقاذ الأرواح مرض الكيلة مرض مزمن لا يوجد أعراض كثيرة نحن أولاً الوقاية ومن بعد هذا المرضى التي يرونها في التصفية أو المرضى التي تقدمت كثيراً نحب أن نحسهم بأن زرع الكيلة هو أحسن علاج لهم نحسهم هما ونحس أفراد العائلة لم يعد ممكناً بأي شكل من الأشكال التغاضي عن مصير إنسان يتهدده خطر خسارة حياته في أي لحظة بعدما لم يحالفه الحظ في الاستفادة من عملية زراعة عضو هي فرصته الوحيدة للنجاة من موت محقق الفشل الكلوي في ارتفاع مستمر والتبرع بالأعضاء المحلل شرعاً والمسموح قانناً كفيل بالقضاء عليها